بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين ان شاء الله يا جماعة النهاردة في الجزء ده نتكلم مع بعض في موضوع يهم كثير قوي من المبرمجين اللي شغالين أوراكل فورمز و بي ال اس كيو ال يقولك ازاي بشوانس ازاي قدر انفذ كود بي ال اس كيو ال جوة ال اي دي اف وهو ده موضوعنا النهاردة ان شاء الله ان شاء الله هنعمل مثال مع بعض عملي يوضح هذه الجزئية كعان تشوف الموضوع هيمشي ازاي افترض مثلا لو انا عايز اعدل بيانات للموظفين ايه بيانات عايز اعدل مسلا للكميشن لو انا عايز اعدل الموظفين اللي في الإدارة عشان اخلي الكميشن بتاعهم مسلا وليكن تسعين جنيه اقدر اعمل الموضوع ده ازاي قالك باستخدام مسلا تده هتقوله بيان هقوله update الام ست كوميشن بيساوي تسعين جنيه وير اقدمت نمبر بيساوي عشان طيب وبعد ايه نقوله commit وبعد ايه نقوله slash int يقولك ايه يقولك successfully completed لو انا عايز اتاكد اقوله select الكميشن اقدرت number from the end وير اقدرت number بيساوي كم بيساوي عشان هيجيبلك فعلا للموظفين التمميشن بتاعهم اتعدل تبقى تسعين وفي الإدارة عشان طيب واحد ايقولك انا عايز انا نفذ الكود ده باش مهندس دول ADF هلا انا اقدر اعمل حاجة زيدي ايه ايه اقدر تنفذ كود الPL ده دول كود الADF طيب حال كمان ايه واحد يقولك طب يا باش مهندس اسمه على طول كل ما هناضي على الPLSQLBlock ده هيعمللك ايه الموظفين اللي في الإدارة عشرة حيخليهم لي الكميشن بتاعهم بتسعين طب ما لا عايز اغير ادعت له مثلا اقوله خليهملك 100 للموظفين اللي في الإدارة عشرين الموظفين اللي في الإدارة عشرين الموظفين اللي في الإدارة عشرين الكميشن بتاعهم ايه خمسين انا حر طيب هنقدر نعمل الموضوع ده بردو بول ADF ايوه باستخدام حاجة اسمها البرامتة بنشيل الكلام ده ونحق علامة استفهام ونشوف الموضوع ده هيمشي ازاي هاخد الكود ده بتاعي كوبيو باست اول واروح بقى على مين واروح على الجديد تعال نعمل new application اسمه ايه مثلا اسمه بي ال اس كيو ال application adf next 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 finish طيب وبعدين تعال نعمل business component بتاعتنا محتاجينها new adf business component component ايه محتاجة connection محتاجين مش فيها اي مشكلة دي خطوات ستبتة احنا عرفينها وبعد كده اروح اقول له ايه هاتلي ال end next entity object و ال view object مش محتاجين رايد قولي واقول له application module عملهولي و next finish كده تماما كده بتعملت connection تعال نعمل الصفحة عملت business component كمان تعال نعمل ال page بتاعتنا gsf gsf اسميها مثلا bl rage محتاج بين يعني لو محتاجها باعمل طيب وبعدين تعال نقسم الصفحة جزئين احنا محتاجين banal splitter عادي جدا اهو ادي البنال splitter ادي اول جزء و ادي ثاني جزء طيب هنشوف هنحط فيهم ايه دلوقتي طيب وبعدين محتاج ان انا اكتب الكود بتاعي هنعمل ايه محتاج ان انا انادي على البنوك بتاعي هنفتح مع بعض view object بتاعنا هنلاقي جزئية اليه java class وجنريت java class اقول له edit اجنريت ال view object بتاع جده ال view اللي اسمه و هو ده ال view المسؤول عن هذا ال view object و اقول له اوكي save و افتح class بتاعتي وابتدأ اشتغل هنا هعمل ايه هنا تعالى نشتغل القود بتاعنا فانعايز ابتوا بقود يناديلي على plsql block او مالاش ينادي عليه دي عشان هو مالاش بلوصد يلوفارج و ماله هو عبارة عن anonus فانعايز اكتب الكود بتاعي وانفزه هنقدر اعمل حاجة زيدي ايه ده عبارة عن كود سادت نضيفه في البنر بتاعنا plsql ادي اول كود عايزينه مثل هنشرحها مع بعض انا اللي هاعمل هروح اكتب المثل دي هنا ونعمل import اه الموضوع عبارة عن ايه عبارة عن ميثل انا اعملها اسمها ايه update table m update table m الميثل دي بتعمل ايه بتستقبل منك ايوه الكميشن انت عايز تحط 90 100 1000 زي ما انت عايز ورقم الادارة انت عايز تعدل الكميشن بتوع الناس بتوعها طيب وبعدين الكود بتاع ال plsql اللي انا اخدته حطيته فين فانا مفروض اهو مش ده الكود بتاعك هروح اخده copy paste اوه وبعدين عرفت انا متغير اسمه ايه plsql اتعانش الكلام اللي جواه اوه هاعمل فيكم الايه الكود بتاعي هروح لسه حطه copy paste مش اكتر من كده خلاص كده خلاص حطيته في متغير string عادي جدا قال لك بعد كده حضرتك محتاج تنادي او تنفذ جزئية ال a plsql قال لك من خلال كلاص جاهزة اسمها collaborate statement انا عملت منها الرفرنس بتاعها stmt وما فيش فيها object طب ال object بتاعها اجيبه ازاي اهو اقول له stmt بيساوي انا محتاج بقى ال object ال object ده من خلاله اقدر نفذ قود ال plsql ازاي اقول له هاكلي get beta based transaction طبعا الترانساكشن ده زي ما قلنا في الشرح اللي هو ايه اللي بيعمله ال application module وبعدين جوا ميسود ميسود اسمها create collaborative statement بياخد منك مين المتغير اللي هو كود ال pl بتاعه طيب وبيتعامل مع كمصف انا ممكن اقول له عشر عشرين لا انا هقول له زي ما تتعامل على default شوف هو اتعامل على كمصف مش احدد ان عدد الصفور طيب وبعدين ايه بقى موضوع ال sit int دي بص يا sit انت هنا حطيت له كم تسعين تسعين دي معناها ايه معناها انه دائما وابدا كل ما تنادى عليها هيخليك تكون مشهر بتسعين انا مش عايز كده انا عايزه ياخد ايه ياخد الرقم اللي هنا ويحطه هنا فهعمله على انه برامت علامة استفهام بهذا الشكل طيب وعشر عشر ما هي السابتة ده هياخد اللي جاي هنا يبقى اعمله علامة علامة استفهام بهذا الشكل عشان يستقبل اللي انا عايزه طيب وبعدين اخد بقى البرامتها بسيديا ده هيتحط هنا في اول واحد وده هيتحط هنا في ثاني واحد ازاي من خلال حاجة اسمها ايه يا sit int عشان الانواع ديان عبارة عن انتجار اقول له اول واحد حطيلي في الكم mission number ثاني واحد حطيلي في مين دبت id طيب وبعدين اقول له execute نفذ يا statement نفذ الكلام الناد تقول هو بيرجع بانتجار عشان كده عرفت متغير اسمه result ونوعه انتجار وحطيت فيه by default cam بزيرو ورجعت به في الاخر okay return result وكل الكلام ده بجنرات exception عشان كده انا كده حطيته ما بين try و catch كده انت تقدر تنفذ الكود بتاعك من غير اي مشكلة طيب لو انت عايزت ندع المسل دي علشان بقى ابعت لها الكمميشن اللي انا عايزه ومين ورقم الادارة اللي انا عايزه عمعت ازاي؟ بحرقة طبيعية جدا ليحاجه هروح afford ��라고요 هعمل ايه ؟ هذا اول input واده ثاني input واده البطل عشانالم اضغط عليه ناجي نعمل vulnerability طبعاً والمسل بتاعتي طبعا هتروح تنفس كود البي إيل اللي أنا عامل فأنا هنا عامل أنا الانبوت تيكس دا ليه عشان أبعته في القمشة وهنا أروح أحط له فيه رقم الإدارة بتاعته ويدغل فيروح ياخد الكلام ده رقم الإدارة يحطه هنا والقمشة يحطه هنا والزوار ينادي على المسل دا المفروض أنه أنا أعمله لكن أنا مش هعمل الكلام ده أنا هعمله بطريقة أسهل من كده إزاي؟ أنا نياست بحاجة إلى هذا الجزء كده أنا تعب علي خيب أعملها إزاي؟ قال لك روح على ال few object هتلاح جزء الجوافة حاجة اسمها client interface client interface دي معناها إيه؟ معناها إلا أنا أعمل إنترفيس للراجل الكلائنت بتاعي بمعنى إيه؟ أنا المفروض دلوقتي أعمل input text أكمل input text وبطل صح؟ يمثله المسل بتاعتي قال لك لا خلي الجيد فيليبر يعملها لك إزاي؟ هقول له edit اوه قال لك انت عامل method بتاخد 2 integer وبترجع بانتجر قل له آه هي ده اوكي اعمل لي ليها client interface اعمل لي ليها component جاهزة تمثل هذه المسل قد انا استفدت إيه؟ هستخدمهم إزاي؟ تعاني شوف هروح على page بتاعتي وأقول له هنا في data control refresh وأفتح ال view object بتاعي أهو هلاقي المسل بتاعتي أهي أهي هاسألك سؤال هو لا لو انا ساحب ال view object وعايز اعمل صف جديد هعمل ايه؟ هروح على operation وقوم رايح وقوم رايح يقول لك عايز تعمله button ولا 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 فدي عملها لك جاهزة هيعملك هو button automatic يمثلك هذه العملية صح؟ انا خليت المسل بتاعتي كده برضو ازاي؟ هروح عليها اهو لو رجيت هنا اقول لك اه دي بتستخدم برامتر والبرامتر ده اسمه commission number و data id وبديرجع بانتجار شوف انا هعمل ايه؟ شايف كل الكلام ده؟ هقوم رايح ساحب المسل دي كلها في ده يقول لك عاملها لك ايه؟ اعملها لك ايه؟ اعملها لك ايه؟ ايه برامتر form يقول لك المتغير دهو المتغير دهو خليه لك input text وال data id دهو هخليه لك برضو input text عشان يوزر يقدر يدخل فيه القيم اللي هو عايز شوف 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 اوكي؟ يعمل لك ايه؟ شايف؟ شوف اينها يزهر؟ عمل لك اثنين input text فعلا وعمل لك البطن اللي انت خدت هتعمله عشان ينادي على المسل عرفت ده يعني ايه؟ اللي انا عمل لك component automatic drag and drop بتمثل المسل ما عليك اللي انت تعمل ايه؟ قمت هنا القيم اللي انت عايزها وتتكي على الزوار ده عشان يعمل جملة الupdate اللي انت عايزها تعال كده نشوف ونعمل run ونعمل ونعمل لك ايه؟ ونعمل لك ايه؟ ونعمل لك ايه؟ امي المسل على كود PLSQL اللي بيعدل في الخميشة طيب ده جاء كلام جميل جدا طيب اللهي أنا عايز بقى اليوزر يشوف البيانات اللي هو عدلها مباشرة فدي حاجة سهلة جدا. إزاي؟ أقدر إن أنا أسحب الAMP دوباء على طول على SecondFacet والله عملها لي على إنها table ADFTable شاء اليوزر يشوف البيانات اللي هو عدلها enable مش محتاجة لنا ديا أوكي قد الصفحة بتاعتك أهي عمل لك ال table بتاعك اهو save ونعمل run للبيانات عشان اليوزر يقدر يشوف بقى البيانات يعدل ويشوف البيانات مباشرة المطلق مقابل الـ update اخبر الـ update أهو فانا هكتب مثلا هنا الـ 88 للناس اللي في الإدارة عشاء وقل له هنا ايه؟ وقل له هنا update أم الـ update من الناس اللي في الإدارة عشاء؟ فيين؟ تعالي فين نجيبهم؟ في الإدارة 10 ركز كده معايا قالك كام 88 طيب بص كده معايا لو انا قلت له هنا ركز كده في اللي هيحصل 90 للناس اللي في الإدارة 10 بص اللي هيحصل ما زاله 88 لا انا عايزه على طول يضغط هنا 90 ويقوم لك هنا 10 تسمع هنا بباشرة لكن عشان تسمع بص اقول له مثلا 10 خليها لك 90 طب هي ظهرت هيباش مهندس لا هي ظهرت بعد ما عملت رفريش للتيبل قلت له روحات البيانات تاني يعني بص بص كده هنا مثلا اللي دره 10 90 تعال ان يقول له هنا مثلا كام 77 نرجعها تاني 77 بص قضيت يقول لك هنا كام او ما زالت كام او 10 هي كام 90 لكن ما هي 77 شبه لما تقول له هنا هاتلي الناس بفريطانة 10 بس اه سمعت دلوقت ليه لان روح عمل ريتريف تاني للبيانات عمل ريفريش للجادور جاب البيانات من الاول لا انا مش عايزه كده انا عايزه بقى على طول يضغط على الزرار تسمع بباشرة قالك انت في حاجه لانت تعمل ريفريش للآيتريتور قلنا ابن فيها ان الايتريتور ده عباره عن ايه حاجه بتتعمل في البيانات متاع في الصفحه بتاعتك او الايتريتور ده مسؤول عن ربط البيانات بالفي اوبجيت والصفوف بتاعت الفي اوبجيت هو اللي مسؤول عنه فانا عايزه اعمل له ايه ريفريش اقول له رحات البيانات كلاني لو صلاحة مباشرة حاجه زي دي نعملها ازاي تعايا نتعامل معاها مرمغية لو ركزت هنا معايا عايز ان انا اجنرية الكود ده ضم الكليك عليه يقول لي عايز تعمله فين هقول له عملهولي في البيان طب البيان اسمها ايه؟ هقول له اسمها ريفريش بين اهي طيب الكلاص اسمها ريفريش بين وحطها مثلا في ايه؟ في باقي اسمها بينز اوكي طيب والمسط بتاعت البطن اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ريفريش اكشن اوكي قود ده جنريت له قود ده اللي بينادي على المسط بتاعتك قود ده هو اللي الادف بيجنريتو هو ده اللي بينادي على مين؟ على المسط بتاعتك طيب طيب وبعدين؟ انا با عايز اعمل ريفريش لمين؟ للاي تريتر موضوع ده يحصل ازاي؟ هروح اتعامل مع الاي تريتر برمجيا اوه هروح اقول له ايه؟ هروح اقول له حفل بايند كنتينر بتاعي اللي هو ده هو البايند كنتينر بتاعي كمام؟ على انه object وبعد كده اقول له ايه؟ اقول له لو سمحت فايند الاي تريتر فايند الاي تريتر فايند الاي تريتر هو اسمه ايه؟ ايه اي تريتر؟ اوه امد ديو واحد راح وضيه copy paste عشان ما تغلطش في اسمه اوه يبقى ازا انت كده جبت البايند كنتينر الصفحة بتاعتك اللي بتحتوي على الاي تريتر عملت منها object اهو ناتا كنترول بايند كنتينر اهو عملت منه الاي تريتر جبته وبعد كده قلت له ايه؟ يا بيش ديفينيشن الصفحة بتاعتك لو سمحت هاتيه للاي تريتر اللي اسمه ان فيه واحد اي تريتر ويا اي تريتر اعمل ايه؟ اجزي زيوت كويري نفذ من الاول واعمل ريفريش مباشرة بكده لو رحت عملت رن للصفحة بتاعتك اللي هيحصل نعمل رن ونشوف اهو جاب لك البيانات الادارة عشرة بسبعة وسبعين طبعا يب تعال فيها نشوف نخليها مثلا 80 للادارة عشرة ونعمل ايه؟ ونعمل update خليها لك ايه؟ خليها لك ايه مباشرة؟ العشرة اهي خليها لك 8 مش شرط لا لازم اعمل ريفريش لا مباشرة اليوزر يعدل البيانات تظهر له مباشرة بكده جماعة انا قدرت ان انا انفس كود بي ال اس كيو ال جوه ال اي دي اف شكرا جزيلا اتمنى ليكون الموضوع مفيد بالنسبة لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته